في يوم الانطلاقة الفعلية حققت الرماية القطرية نتائج إيجابية في البطولة الآسيوية المقامة على أرض الكويت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد للرماية والذي شهد تصفيات سكيت لسيدات وتأهل الرامية سارة محمد للنهائيات التي حققت فيها المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد صراع قوي مع منافساتها الحمد لله ربي وفقنا أخذنا مركز الثالث إن شاء الله نقدر نقدم في بطالة الجاية أفضل استفدنا ويد منها البطولة شوية الجو غير علينا الأطباق بس إن شاء الله نقدر نقدر أفضل في بطالة الجاية إن شاء الله الإنجاز المميز الذي حققته الرامية سارة محمد جاء بعد منافسة قوية في المراحل النهائية مع التايلندية السوتية والكازاخستانية آسين حيث عوضت تخلفها بأداء عالي وضعها على منصة التتويج بعدما أصابت لتسجل أول ميدالية قطرية في البطولة بطولة الأولانية لهداء لقطر ولرئيس الاتحاد والأعضاء الفريق والحمد لله الأخت سارة جابت ميدالية الفضية والحمد لله كانت ما توقعنا لها تدخل فينال لكن الله ملك الحامد دخلت فينال وخذت الثالث ونبارك للقطر كلها إن شاء الله أما في منافسات الرجال فيخوض الرمات القطريون مسعود وراشد حمد وسعيد أبو شارب صراعا قويا في التصفيات الخاصة بلسكيت المستمرة على مدار يومين حيث يقدمون خلالها أداء جيدا بأمل الوصول للنهائيات وسط منافسة قوية من باقي رمات القارة أمال كبيرة تعقدها الرماية القطرية على البطولة الأسوية لتحقيق النتائج الإيجابية والإنجاز عادل العنزي لقنوات الكاس الكويت ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة